الرجل اختراع انثوي وهو مشروع خططت له المرأة ونجح نجاحا باهرا تشغلنا أسئلة كثيرة حول المرأة لكنني سأقدم الآن أسئلة مختلفة تماما عن السائد ومنها لماذا النساء أكثر تدينا من الرجال وأصدق في الإيمان منهم لماذا كان كبار الأنبياء يأخذون مصروفهم من النساء ولماذا امتنعوا مع هذا عن رد الجميل لهن ولماذا أقول المرأة والرجل هل هذا تصنيف عادي بريء أم أن وراءه شيء عميق لا ندركه ولماذا أيضا لا ندرك أن الثقافة والدين هما من جعل الرجال رجالا والنساء نساء وليس الاختلافات الجسدية البسيطة فيما بينهما الأصدقاء العزاء أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من تثوير وتنوير المرأة خرجت من ضيء الرجل هكذا يقال أو هكذا قالت الأسطورة التوراتية وصدقها ملايين الرجال وملايين النساء لكن ملاحظات وحقائق كثيرة طلعت عليها أو شهدتها وأشتها بنفسي تجعلني لا أثق بالثقافة الذكورية الرائجة التي بررت والأمر المزري عبر التاريخ في الحقيقة رغم الحديث الكثير عن المساواة بين الرجل والمرأة إلا أن البحث في العلاقة بين المرأة والجنس والدين ما زالت جديدة وقاصرة المرأة ليست ضلعا للرجل بل عكس ذلك تماما وهنا يكمن أو تكمن سر اللعبة التي أجادت طبيعة النساء المقامرة عليها من هنا نجد أن المرأة منذ لحظات طفولتها الأولى تجيد تهيئة نفسها لممارسة هذه اللعبة التي يجب أن يؤدي دور البطولة فيها الرجال لكنها كما يبدو وفقا لهذه النظرية التي أطرحها يبدو أنها هي المخرج الخفي للمسرحية البشرية بأكملها هذه المسرحية التي يعتقد الرجل أنه هو المتحكم والمستفيد الأكبر منها في الحقيقة أن النساء رغم القهر والذل والعنصرية التي عاملنا بها هن أكبر المستفيدات فهن الأطول عمرا والأقل جهدا ومخاطرة ومسؤولية وانشغالا وهذه كلها قضايا يعتقد الرجل أنها من حقه كرجل فأقول له هنيئا لك بهذه المهمة النظرة للرجل بصفته هو الفائز في السراء بين الطرفين طرف يعتبر قوي وطرف آخر يعتبر ضعيف كان يفترض بأنهما مكملان لبعضهما البعض فهذه النظرة اعتبرها قاصرة ومزيفة لو دققنا أكثر لو وجدنا بحسابات البقاء أن المرأة هي الفائزة في هذه المعادلة وليس الرجل ولا حتى سيادة الرجل عليها رؤيتي أوضحها أكثر حتى لا يسير ارتباك أو خلق بالتصورات هذه الرؤية الجديدة حول العلاقة بين المرأة ورجل راح تفسرنا الكثير وسأوضح بعد قريب أنا أرى بأن المرأة تستطيع اختيار القطيع الأفضل مثل ما تستطيع اختيار الرجل الأفضل لها من هنا أي أنها تستطيع أن تختار المجتمع أو الجماعة التي تنتمي إليها وفي الوقت نفسه تستطيع أن تختار الرجل الذي داخل هذه الجماعة المناسب لها المرأة تخلينا هذا السلوك يخلينا نفهم سر الارتباط القوي جدا بين الدين والنساء عموما ثنائية المرأة الدين هي ثنائية المرأة القطيع أي ثنائية المرأة الرجل في أفق الثقافة الجندرية الدكورية أو البطرياركية أو الأبوية ماهية الدين في حلقات أخرى ووضحت المسألة هي ماهية القطيع القطيع هو الاسم الآخر للدين وسنجد أثر هذا الماهية في جميع ما يسمى دين ولدى جميع شعوب الجماعات قديما وحديثا الدين هو القطيع أدي حلقة تحدثت بها أكثر مرة عن هذا الموضوع لهذا حين أتحدث الآن عن الدين ولو بشكل محايد يعني أشوف كثير من الناس أجد تعليقات غاضبة من أحدهم ليش؟ لأنني تلمست أمر يخص انتماء القطيعي وهذا الانتماء يعتبر أنه واجب أن يدافع عن هذا الانتماء وعندما يشعر بأن هذا الدين هو القطيع نفسه وأنه قطعة من قطعة هذا جزء ملحق بهذا القطيع ولا قيمة له بدون وجود القطيع ككل والرمز القطيع هو الله أو الإله أو المقدس أو أي شيء ولكن هذا يشعر بأنه جندي مكلف بحماية هذا القطيع سيستاء لأنه سيكشف الحقيقة ويجعله ينظر إلى نفسه ويحتج وهو في حال رافض لهذه المعرفة فهو رافض لأن يعي ما هو عليه يعي فرديته لأنه أنت عندما تتهمه وتقول أنت جزء من هذا القطيع فهو راح يعي ذاته بالضرورة وهو لا يريد أن يمارس هذه العملية وبالعكس يقضي حياته في قضاء الفرائض الدينية وما يحتاج القطيع وكل أوامر الشيوخ الكبار ورعاة هذا القطيع هو بالنسبة إلى لا نقاش حول أي قضية تمس قطيعيته والقطيع بل يحرم النقاش في هذا الأمر أنا أفهم هذا أمر مفهوم لا بأس والحقيقة لا بد من اعتراب بأن الحديث عن الدين هو أخطر من الحديث حتى عن الإله الأكبر أو الإله الذي يعبده أو الرمز الذي يعبده هؤلاء الدين بالنسبة لهم هو المأوى هو الأمان والمكان الذي يؤون إليه ويرتاحون ويتدفؤون بدفئه ويستعدبون أو يتنومسون بالأراقي برائحة هذا الجول الأليف بينهم وبين رفاقهم المؤمنين هذا هو السر الخلط بين الاثنين بالمناسبة يعني الخلط بين الدين والله في التقديس والحقيقة أن التقديس ليس للإله إنما هو التقديس للدين أو المذهب أو رجل الدين وهو الإله الحقيقي بالمناسبة وليس الإله الذي الرمزي إن هذا الإله الحقيقي هو هذا الرجل الدين نفسه مهما كانت تسمية فقه السمي أو كاهن أو سمي نبي أو سمي ولي أي تسمية كانت لكن هذا هو الإله نفسه لأنك لن تجد أي جماعة تلمس طرف أي رجل دين يتبعونه بل أحيانا يصبح التعرض لرجل الدين الموجود في الواقع أكبر أكثر خطرا بكثير من التعرض للإله الذي يتحدث بإسمه هذا الكاهن المرأة أين في كل هذا الأمر؟ المرأة هنا تصبح هي رئيس مال القطيع هي رصيدة المضمون فيما يصبح الدين أو القطيع هو الرئيس مال الكلي أو لدينا الآن رئيس مال كلي هو القطيع بأكمله الرئيس مال القطيع الرصيد المضمون لهذا القطيع هو المرأة هذه هي اللي من خلاله يعني يسحبون يسحب الجميع منعتهم مستحقاتهم متى ما شاءوا تحت انظار طبعا الرمز الاله هنا راح نشوف اكتناظر بين العبودية لاله الدين والعبودية لاله المال عندي محاضرة راح اطلعها بعد كتبتها قبل سنة لكن ما نشرت عن العلاقة والتناظر الكبير بين الاثنين يعني فكرة الله وفكرة المال وهذه الى تجلياتها اللي تظهر بتنوع العالهة المختلفة مثل ما في تنوع العملات النقدية وانتشار احد انواع العملات على حساب العملات الاخرى فلكل اله او قومية او قطيع يعني عملتها المعدنية او الرمزية التي هي يفضلها على العملات الاخرين يبقى الدين الاكثر انتشارا هو الدين الذي يتمكن من ان ينشر عملته اكثر من الاخرين لهذا شوف العملات المعدنية دائما شوف الصورة العالية القديمة فكلما كان هذا الاله اقوى هذا معناته عملتها تنتشر اكثر وتكون اكثر موثوقية يعني هذا العملة انا اثق بها واثق بقيمتها ايضا فكرة القربان نفسها فكرة مالية بطريقة وباخرى انه انا التفاوض مع الله او رمز القطيع وهو ماذا يحتاج مني شيء انا اعطيه ابني او يعني الاضحية البشرية او الاضحية الحيوانية او البكر الحيوان او اي بكر من يعني هو حصة الاول دائما اذا ما يجيني اول اول شيء من الغنم مالتي او من الابقار مالتي رأسا هذا اضحي بي للاله هذه التضحية هي نوع من المساومة المالية والعملية التبادلية المقايضة اعطيك افضل ما لدي على ان تمنحني الامن والسلام والخلاص السؤال الان هل هناك عندما نرجع للماضي نشوف انه كثيرون يقولون انه في الزمن القديم كانت هناك فترة امومية انه بالبداية كانت هناك الانسان القديم كانت هناك عبر التاريخ فترة امومية بعد ذلك عندما اكتشف الرجل انه هو دوره في عملية التكاثر وعملية حمل المرأة تتحول الموضوع تماما فاصبحت الشعوب من مطرياركية الى بطرياركية من الماذر ماذر مطريارك فبالعصور الحجرية وما قبلها كانت مطرياركية فترة امومية انا ما اعتقد هذا الفكرة صحيحة لانه لا اعتقد دائما كانت هناك فترة ابوية بطرياركية لكن بصيغ مختلفة لا اكثر على الاقل عدي ادلة تناقب هذا الموضوع او تثبت اشياء مناقبة لهذا لكن عموما هذا بحث اخر هناك حقائق كثيرة يعني تجعلنا ما نثق بهذا الاغراء افتراض لكن راح كما قلت اطرحه في مناسبة اخرى من هاي الحقائق مثلا ان الرجل كان في الحقيقة على الارض هو مشروع المرأة الاساسي هو نتاج مخطط تضعه المرأة بمساعدة طبعا هرموناتها وجيناتها وهي دائما تحرص كل الحرص على ظهور هذا الرجل بهذه الصورة من يراقب اي امرأة في تعاملها مع اولادها ماذا نجد نجد انها تحرص على تربيتهم على ان يكونوا ذكورا اقوياء وعدوانيين يريدك سر رجال سر يعني حزام ظاهري او شيء من هذا قبيل المرأة بالسليقة تصرف بهذه الطريقة بالوقت نفسه ماذا تفعل مع الاناث تزيد انثوية بناتها وبالوقت يعني هي مثل ما ايضا ترفض اي مظهر من مظاهر ذكورية البنات او مظهر مظاهر انثوية الذكور تحاول ان تفرق بيناتهم بطريقة يعني هاي ليس اتهام للمرأة لكن هاي مسألة انا نتحدث الان عن مسألة بيولوجية جينية لها علاقة بطبيعة الانسان الفيزيولوجية ومحركاته اللواعية لا لا اقصد ان مرأة تتعمد هذا الشيء هو هذا بطبيعتنا انا كرجل ادي نزعة عدوانية طبيعية بداخلي يعني فيرالي فترة طويلة حتى اهذفها لكن في الزمن البعيد ماكوهي هذا الكلام يعني غير غير وارد على الاطلاق هذا القول طبعا ما يهتاج يعني كما قلت يعني هاي الفكرة بانه عدوانية زيادة عدوانية الذكور وآآ تقليل آآ او زيادة انثوية الاناث آآ في سنوات عمرهم المبكرة آآ هذا ما يحتاج ادلة طبعا الظاهرة آآ يعني ربها جميع وآآ الا وجود حالات نادرة بالعكس اذا وجدت حالات نادرة انه هنالك انثوية ادل اه دكورية عند الاناث وانثوية ادل الذكور هاي عملية بالعكس تتعرض الى القمع وتعتبر مسألة آآ يعني هاي ندخل بقضايا جندر قضايا المثلية الجنسية وما الى ذلك والما يسمى بالشذوذ او الحالات الشاذة هذا هي بالعكس هذا دليل صارخ على انه نحن نغل في ذكورية الذكور ونغل في انثوية الاناث بحيث نحن غريزيا ربما او اجتماعيا وثقافيا او جندريا ندفع بالادوانية حتى الاقصى في هذه الجهة وفي الانثوية في حتى الاقصى اللطف والضعف والاستكانة في حتى الاقصى في هذه الجهة ما الهدف يعني انه هنا سؤال ما الغاية من هذا الموضوع يعني كان بامكان المرأة مثلا اذا تفعل العكس يعني يعني فهي في حال مزرية والرجل يقمعها فهي بامكانها يعني الاولاة تحت سيطرتها هم تلقائيا جايين عليها او ينتمون الها اكثر من ابيهم كان بامكانها ان تزيد من انثوية الذكور وتقلل من انثوية الاناث والهدف انها ان تغلب مصالح الاناث على مصالح الذكور وهي الامر بعيدة وهي سيدة الموقف يعني لا حاج نفسها على المسألة فلماذا لا تفعل هذا؟ يعني كان بامكانها تنزع يعني هاي نزعة الذكور الادوانية بدلا من اتنميها تحبطها وتدمرها وتسوي ادوانية تعلي من نسبة الادوانية عند الاناث هذا لا تفعله لماذا؟ سأجيب واوضح لاحقا الفكرة انه هناك حاجة لان يعتقد الرجل بانه هو المنتصر في المعادلة المرأة تمنح هذا الاحساس تمنح احساس بانه هو الذي يفرض اوامره وهو الذي له الحق في الكلام ولها فقط ان تطيعه وان تفعل كل ما يشاء المرأة لا تعترب وفي الحقيقة يعني هذه العملية دائما يفتخر بها الرجل كثيرا وتدفع على ان يضع نفسه دائما بالواجهة فهو الذي يتلقى كل عواقب هذه المهمة الخطرة كل اللكمات والكدمات تلقى الرجال دائما يعتبرها علامات الرجولة اما المرأة فتحصد في النهاية الحد الادنى المطلوب للبقاء والامان الشخصي لها واطفالها فهذه تكتيك جميل وصحيح يعني بيولوجيا واحيائيا وحيوانيا هذه مسألة منطقية انه الرجل لا بأس اذا قتل او تعرض لخطر لا بأس ماذا نفعل له هو دافع عن الاطفال والنساء لانهما الاضعف وقليل الحيلة فبالتالي هذه الادوانية كانت مفيدة ودائما ما كانت مفيدة كما اثبتت تجارة بالتاريخ انه ما زلنا باقين لحد هذه اللحظة احنا كجنس بشري ونجد بانه احنا الذكور ما زالوا ادوانيين وهم السبب شن الحروب وما الى ذلك هذه العملية بنجاحها المتواصل اصبحت جزء من تكويننا الجيني عندما نذهب الى يعني جنس قريب من اجناسنا انه جنس مثلا الاسود ماذا نجد؟ نجد حالة مفارقة انه الانثى هي التي تصداد والرجل نايم 24 ساعة هو ليحمل الاطفال فهو تجد انه الام الام اللبوة هي التي تصداد وتتوكفها بكل عمليات الصيد فيما يجلس الاب في حماية الصغار هذا عملية معاكسة تجد شيء العدوانية هناك بينما يبقى هو مع مع العلم ذكر الاسود اقوى بكثير من الانثى لكن هناك يبدو اكتب تطورات علاقة بالتاريخ وعمليات تطورية وهذا اسألوا دارون او الدارونيين هم يفسرون الموضوع بالتالي الرجل اصبح ادواني متسرع ومتعجرف وارعن بطبيعته والسؤال الآن كيف تشعر المرأة بالاستقرار في ظل هذه عبوديتها هذه للرجل يعني هذا السؤال هو مشابه للسؤال كيف يشعر بالاستقرار في ظل عبوديته للدين والاله هنا العملية تصير بها تناظرية انه هو المرأة تتبع الرجل او هي كما يقول بولوس الرجل رأس المرأة ولا يحق لها بالدخول الكنيسة الا بطريقة تضع شيء على رأسها ولا تتكلم اما الرجل فهو ايضا يصبح عبد لرجل الدين او للدين او للقطيع فهذه العملية متناظرة جدا واتثير الاسئلة والاستغراب وعلينا ان نبحث بها اكثر وندقق في هذه التناظرية انا اجد بان هاي العبودية عبودية المرأة للرجل او عبودية الرجل للدين وللالله وللقطيع هي اخطر بكثير من عبودية المرأة للرجل وهذه هي العبودية التي طالما خسر فيها الرجل الريهان وهي سبب الاساسي لعجرفة الرجل واندفاعه وادوانيته يعني اقرس معظم الوقت من زاوية اخرى تصبح عبودية المرأة الرجل كما قلت اللي هو رأس المرأة حسب تعبير بولوس الرأسول مكيدة هي بحقيقة من المرأة بشكل لا ارادي او جيني وغاية من هذا هي وضع الرجل دائما في الواجهة وجعله يشعر بانه قام بعمل عظيم اي انها عبودية غير مباشرة للمرأة لصالح القطيع مع انها يعني هي ليست عبودية للرجل بالحقيقة هي عبودية للقطيع واستمرارية للقطيع مع انها في الوقت نفسها طبعا هي كانت ان تضمن حقها بالانتماء لقطيع اخر لو لزم الامر يعني ممكن تلتزم بان تخلص لقطيع اخر غير القطيع الذي ينتمي له زوجها لو لاحظنا هناك مسألة هنا كدليل ان نلاحظ ان المرأة تستطيع تبديل عقيدتها الدينية بسهولة مدهشة عكس الرجل الرجل يبقى مخلص للقطيع وادواني ودائما شرس في هذا المجال ولا يتساهل على الاطلاق لكن المرأة قابلية على تغيير دينها وعقيدتها الدينية بسهولة مدهشة طبعا أنا أتعوكم لو أن تبحثوا عن أمثلة من هذا النوع لأن هدف المرأة ليس الدين وليس يعني هدف البيولوجي أو الطبيعي أو الغريزي اللي بداخلها هو مود ليس الدين وليس الرجل هدفها أنه هي تنشي أطفال تتحبل وتلد أطفال بصحة جيدة وفي جو آمن وضمن قطيع ديني متماسك وقوي يستطيع حمايتها وحماية أطفالها بما يسمح لها بأن تنشئهم وتجعلهم يكبرون طبعا ممكن نسمع بأخبار النساء السبايا المؤمنات عبر التاريخ معروفة عندما زوات الرسول حسب الرواية الإسلامية تجد أنه طبيعي المرأة تأخذ سبيه رغم أنه قتل أبيها وأخوها وزوجها حتى أولادها يباعون مع هذا تجد المرأة لا يخشون من بقائها ومعهم فتخيل أنت شخص مثلا حادثة صفية كما ترويه كتب الإسلامية على سبيل المثال تجد أنه صفية يقتل أبيها وأخيها وزوجها ويعمر أسباطع السنة فمع هذا لم تكن هناك خشية من أتهم أن تقوم بعمل مضاد للرسول الكريم وكذلك عشرات جوارية مثلا أشياء اللي أعرفها بس ممكن بالأديان الأخرى ممكن نجد بالأمم الأخرى حروب الرومانية مثلا الحروب الجرمانية الحروب التركية التركومانية الحروب الفارسية القديمة قبل الإسلام نجد أمثلة كثيرة أنا أتعو الأصدقاء إلى أن ينبهون إليها لكن أنا عندي معرفة دقيقة بالقضايا الإسلامية وليست أعلن في إسلام لا بالله بس قصدي أنه يعني أجيب أمثلة على هذا الموضوع وأكو أمثلة أخرى أنا ذكر بالأراق هناك يأخذون نساء يسموها قصة بقصة مثلا إذا قتل شخص من عشيرة يأخذون نساء مقابل هذا مقابل ما حدث يعني يسموها فصلية يأخذون مثلا أربع نساء يقول لك هاي الدية ما للقتيل يأخذ أربع نساء معتكم وهذا النساء يرحن عادي يعني سيراً زوجات لهؤلاء طبيعي فهذا الموضوع شهادة على هاي القضية أيضاً حتى عندما نجي على الجنس القريب من أدنى الشمبانزي الأقرب كائن للإنسان نجد هاي الظاهرة قريبة أن بعض الأناث يهاجر من قطيح إلى قطيح آخر وبعد ذلك أحياناً يعوداً آي ممكن تدقيقون بها يعني حتى لا أختصر الوقت حتى لا أطول الفيديو ممكن أجيب شواهد على هذا الموضوع لكن ماكو داعي أنا أعطي رأس الخيط والإنترنت موجود يعني لم نعد الآن بحاجة لأن كل واحد أقول كلمة لازم أطلع المصادر وأذكرها الإنترنت موجود ممكن التحقق من كل معقولة وأيضاً ياريت يعني ربما يجدون أشياء معاكسة اللي أجده وأتمنى أنه واحد يقول أنت غلط على المنصور فلان شيء هذا الموضوع أنت ما غطيته بشكل جيد هذا الموضوع يحتاج أنت معاً بأكثر هاي فكرة بها بها إمكانية أن تتطور وياريت هو هذا الهدف من القناة تماماً الآن كما قلت أخبار النساء المؤمنات والسبايا اللي تحولاً من دين إلى دين هذا معروفة عبر التاريخ خاصة ذات الرسول يعني تبقى كانت وثنية يعني بغض النظر عن دينها تتحول من دين آخر من ميهودية إلى صير مسلمة من وثنية إلى صير مسلمة أو صير مسيحية وهكذا الرجل فيما الرجل دائماً يذبح ليش؟ لأنه هو وظيفته هو جندي يعني هو مو وظيفته يعني 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 هو قاتل من أجل قطيعة أو دينه لا يمكن الوثوق به لأنه تمت تمت الجينة وترويضها كجندي يعني هو شغلته يحمي قطيعة لا يحمي قطيعة آخر هاي عمليته هذا وظيفته الوحيدة أما طبعاً بعد ذلك صارت قضية العبيد العبيد لأنه هما العبيد عادةً يكونون مو صبايا مو من الحروب فقط ربما يعني واحد شيخ عشيرة بالأفارقة كان هو يبيع يبيع نص العشيرة مالتا يعني هو عد أتباعه بالعشيرة يبيحهم نصهم يبيحهم للتجار العرب في القرن السابع عشر السادس عشر ثامن عشر هاي وكان أكبر تجار العبيد هما التجار المسلمين وهاي معروفة بالمغرب يعني شمال أفريقيا هما الأكبر تجاري بيعونهم للبرتغاليين والإسبان والإنجليز والأميركان بعد ذلك والكنديين هذا كلها العبيد هما ويتبادلون معهم السكر ويأخذون من المنسوجات ويطوهم أيضاً عبيد ويعني يسوون عمليات أيضاً صيد للعبيد يأخذون كلها ألف راس ألفين راس ويبيعونهم يعني ملايين من العبيد خطياماته وبعض السفن غرقت بمحيط الأطلسي هاي قصة أخرى المهم خسائر المرأة في هذه الصفقة أنها في صفقة أنه تسلم أمرها للرجل وللقطيع الديني أو الجماعة الدينية التي تنتمي إليها خسائر المرأة في هاي العملية تتعلق بالميرات مثلاً والفراش يعني يعني تخسر فراشها أو هذه كلها أشياء إلها علاقة يعني لا تكاد تذكر أمام حصولها على مأوى إلها والمأوى والحماية والطعام هذه شراكة مربحة بالنسبة للمرأة لأنها هي تم يعني نجحت عملها هذه الفكرة نجحت بعدها أصبحت أقل عضلياً أقل قدرةً من الرجل وأضعف يعني يعني جهازها العضلي أقل يعني تقريباً ما يقارب 20% أضعف من جهاز العضلي للرجل هذه الرجل كما قلنا بالنتيجة هو الذي يضحي بالكثير ويتحمل كل أغلب المخاطر فيما تضحي المرأة بنسبة أقل بكثير بالمقابل من كل هذا والآن هذه الآلية أو العلاقة بين رجل المرأة أو الرجولي والنسائي أو الأنثوي في داخل الحضيرة الدينية هذه آلية يشعر بها رجل الدين أو رجل القطي المهيمن هو يدرك هذا الرجل أهمية النساء وسط هذه الرعية أو رعيته لأن هن الرصيد الحقيقي إليه هن الأدوات الإنتاج أما الرجال الذكور فهم هم القرابين الجاهزة أو الأدوات التي دائماً تكون مستعدة لأن تستعمل ويضحى بها من هنا ماذا نجد؟ نجد تناغم دائماً لافت للانتباه بين رجل الدين والنساء فهو يقلل يعني هذا رجل الدين صحيح هو قاسي على النساء لكن هو يقلل من واجبات وحقوق المرأة إلى الحد الأدنى وماذا يفعل بالمقابل؟ يضع كل المسؤوليات على عاتق الرجل لأنه لا المرأة تنظر إلى الرجل بصفته رجل ولا الرجل الدين ينظر إلى الرجل بصفته رجل هو بالنسبة إلى أداة لحماية القطيع أو الدين أو الجماعة أو الكنيسة أو العقيدة أين كانت تسمين اهتمام الكاهن والمرأة بهذا المعنى هو في هذه القضية مشترك ومتماثل بشكل يعني متش يعني عندما نتأمل به أكثر ونتمعاً أكثر نجد أنه هناك تواشج بين النظرتين أو نابعتين من مصدر أو حاجة واحدة بل أحياناً أنه مرات شو بدناه رجل الدين نجد أنه عياناً عنده تشابه حتى على المستوى البايولوجي والحياتي اليومي تجد هو يعني هم اثنين هم نادراً ما يتورطون بعمليات قتالية مثلاً هم دائماً هم بحاجة لمن يتولى حمايتهم أيضاً نجد أغلب رجال الدين يتحركون ويتحدثون أيضاً بطريقة فيها رقة أنثوية وحتى وبالمناسبة أيضاً حتى كثير من الديانات تحرم اقترابهم جنسياً من النساء ويحاولون أن يبدون بأنهم مسيطرين على رغباتهم الجنسية أو على نزواتهم الذكورية فشوف أكون نوع من التقارب الخطير فيما بين الاثنين طبعاً هذا ما يعتبر حط من قيمة الأهمية النساء كما يظن على العكس تماماً قد تكون تضحية مماثلة من رجل الدين لتضحية المرأة بحقوقها الإنسانية من أجل القطير الذي هو الدين نفسه ويعني العملية بالتالي بالنهاية هي مجرد توزيع دوار بين المرأة ورجل الدين المرأة من جهة تتفرغ للإنجاب وتربية الأطفال فيما يتفرغ الكاهن لضمان وعدة ومصالح القطيع واستقرارها اثنين هم يشتركون في حصد المكاسب أكثر من 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 الطرف الثالث أي الرجل هذا الفخور أو المغفل الذي فرحان برجولته المستعبدة والمستغلة يعني لو راجعنا التاريخ راح نشوف أن الدين المسيحي ما كان ممكن أن يقوم لو لا دعم النساء المادي والمعنى للسيد المسيح والحواريين هم جميعا كانوا عالة على النساء وبلا عمل وعاشوا بأموال مساعدات النساء أما حكاية الرسول فمعروفة يعني مع رسول محمد مع زوجته الأولى أثرية خديجة النساء بالتالي نرجع للتاريخ نجد أن لهم دور كبير في تأسيس الأديان مع أن هذه الأديان هي ورجالها ظلموا المرأة كثيرا يعني حتى ممكن أن نقول بأن الدين هو دين الرجال يعني طبعا أكو لحظة أكو شيء أقوله لازم أنه أكو نظرية تقول بأنه السبب هذه الظلم للمرأة هو حاجة حاجة الكبرى بسبب تعلقهم يعني بسبب أنه كنا يأتنين بالأطفال في حالة مرضهم وهم بهذا كانوا بحاجة لنتعلقون بقوة خفية خارقة هاي القوة هي اللي راح تشفي أطفالهم المعنى أقول بأنه المرأة عندما تعتقد بوجود قوة خفية هي راح تأمي أطفالها ولابد من أبادتها والدعان لها والإيمان لها وأداء فراءة هذه القوة أو هذه القوة الخفية الإله أو الله أو المسيح أو أي شيء أو البوذا أو النيربانا أو التعاليم الدينية هذه هي القوة الخفية فنفترض الله الله هو ما هو الله الله لا شيء هو قوة الجماعة هو القطيع أو المجال القوة الحيوي الذي يعيش ضمنه القطيع فبالتالي أتثقة كاملة بهذا المجال الحيوي وأي بالله أي بالدين أي بالقطيع ثقتها الكاملة بهذا القطيع هو سبب شعورها بالأمان داخل هذا القطيع لأن القطيع هو صعب فعلا يعني الله هو الذي يمنح الأمان هو الذي يمنح القوة هو الذي يستحق أن تثق به ويلبي لها حاجاتها ويحميها من الأخطار بالحقيقة هو القطيع مثل نفس فكرة القطيع هو أيضا مثل الله غير محسوس غير مرئي قوي خالد لا يمكن أن يتأذى لا يمكن أن يختفي هو موجود القطع داما فهي هاي الفكرة فكرة اثنين هم تلكون المواصفات نفسها القطع داما الباقي لا يموت خالد قوي ولا يمكن اختراقه وإذا صارت في مشاكل فهو يبقى فكرة الأحوال هذه كلها مواصفات الله الله بالنتيجة وبالنهاية هو مثل الأب الأب الأكبر أو الأب الذهني أما الدين فبالنتيجة أي القطيع مثل الأم يعني هو صورة مصغرة للأب والأم أو العائلة هو القطيع هو الأم أو الدين والأب هو الرمز أو القوة الحامية لهذا القطيع طبعا مثل ما يحتاج القطيع لمن يرعاه يحتاج الأطفال بالتالي لمن يعاهم وهاي الوظائف متشابهة بس المرأة المشكلة وين المرأة المرأة ما تجمع بين الاثنين يعني أكو شخص أشخاص يتولون رعاية القطيع وقيادته وأكو جهة من القطيع تتولى رعاية الأطفال هذه العملية تم توزيق وكوة جهة ثالثة تتولى حماية القطيع الرجال يحمون القطيع ورجل الدين يتولى عملية رعاية القطيع وإدارة شؤونه وقيادته والمرأة تتولى حماية الأطفال عملية متوزيق متساوي بين الأطراف الثلاثة عملية الحماية لا يمكن أن يتولاها الرجال الرجال العدوانيين لا رجال آخرين هؤلاء هم الذين يصلحون لتولي دور الأمومة الأمومة والرعاية الرعاية أيضا لها علاقة بالأمومة وهذه العملية تجعل هناك تناظر المرأة ترعى أطفالها لكن الرجل الدين هذا الذي وليس رجل الثور أو الرجل الذي يقاتل ويصارع رجل الدين يتولى الرعاية رعاية القطيع الذي هو الأم الكبرى فهذا مسؤول عن رعاية الجميع أطفالا ونساء ورجالا وأيضا المرأة تتولى عملية صغيرة الخاصة بأطفالها لوحدها لكن عملية كبيرة يتولى سأشأنها رجل الدين بالنتيجة رجل الدين هو المهيم الأكبر هو ودينه هذا هذول هم اللي أتم متفرغين ويتأمنون يعني يجربون ويقررون ما هو صحيح وما هو خطأ ما هو حلال وحرام ما هو حق وباطل الطريق الصحيح من الخاطئ وهكذا الأنبياء والمصلحين الكبار هم من هذه الفئة فهؤلاء لا يؤسسون أديان فهم ماذا يفعلون بالحقيقة هم يلقحون بحياة منهم الدينية أو الإلهية هذه الأرض الأم هو هاي الأرض يعني اللي يخترع هاي الأرض ويلقح أفكار وحياة منها الدينية بهاء الأم القطيع فيظهر من هذه الأم أبناء جدد يتولون عملية صناعة الدين النازل من السماء كما ينزل المطر بالمناسبة فكرة المطر بالنسبة للشعوب البداية هو سائل الإله المنوي انليل عند السومرين أيضا هناك تصور بأن الإله الخالق هو ذكر يمثل سلطة وسيادة الرجال على المرأة وضمان شرعية هذه السيادة أو القوامة بالتعبير الإسلامي طبعا هناك باحثة كتاب عدالي قال طالبت نخص الذكورة من مفهوم الرب ويعني أكو أتفكار من هذا القبيل شوية غريبة عموما الإنسان المعاصر لم يتحقق كمشروع بثمن بحث بل بمكابلات عمرها ملايين السنين هذا الإنسان الذي نحن عليه الآن أو هاي المجتمعات ما حثت يعني بين يوم وليلة بأثمان بسيطة وبضربة حظ لا أكو عمل وشغل وأكو تضحيات هائلة لا توصف علينا أن ننتبه لهذه القضية المسيعية مثلا اتهمت المرأة بأنها مصدر خطيئة أيضا بعض اللهوتيين تساءلوا هل إن النساء من البشر حتى مرة يعني أكون مؤتمر في السعودية سواء هل إن المرأة هي من الإنسان أو لا طبعا أيضا بولوس الرسول يقول أمام المسيح لا يوجد ذكر أو أنثى كذلك هناك عبادة أمرأة هي مريم فبعضهم يقول لك عندما نعبد هذه المرأة هي أم وبتول أي بلا خطيئة أنها بالنهاية هاي كلها التفاصيل ممكن نتأملها ونضع لها سياقها أو خصوصيتها تجاه الفكرة اللي طرحتها وأن المرأة هي محرك الرجل أو الرجل مؤامرة المرأة بمعنى المعاني السؤال الآن لماذا ترغب النساء في البقاء تحت رحمة تعاليم تسيئ لهن تماما أغرامشي عنده نوع من أدى الرأي يقول بأن الثقافة الذكورية هي ترسبت في نسوخ في نفوس النساء المسيحيات ألتو سير أدى يقول لا هناك تبعية اختيارية أنا برأي أنه أعين كان الأمر فيبقى هناك قضية أساسية أن المرأة لم تكتب تاريخها الخاص كل ما كتب عنها هو من قبل الرجال والرجال المنتصرين طبعا كتب الدين عندما راجح أن لها كلها كتب كتبها الرجال وشرحوها بل ويعلمها رجال يعلمها الكتب رجال ضمن هذا السياق كيف نطرح السؤال كيف نفهم الحجاب هو بالضرورة الحجاب هو خضؤ للرجل فعلا لكنه عندما يتأمل بشوي أعمق نجد بأنه أصبح تمرض على الرجل أيضا بدليل أن الحجاب متى زاد زاد بالوقت نفسا لإزداد خروج المرأة فيه للعمل وممارسة الحياة بشكل أكبر يعني حتى المرأة أصبحت جزء من الفضاء العام صحية محجبة لكنه صار هذا الحجاب وسيلة للخروج الفضاء العام والحضور فيه والعمل سويتها مع رجل أصبح بالتالي الحجاب علامة على الاعتراض وعلى الخضوع في الوقت نفس لرجال الدين يعني سواء الخضوع لذكورة الرجل في الشرق أو الثقافة المختلفة عنها في الغرب المرأة مع الحجاب ترى الرجال الأقواء لكنهم لا يرونها بالنتيجة من هو الأقواء بالحقيقة المرأة مع الحجابة تطلع وتشوف الرجال وترى بشكل مفتوح لكنهم لا يستطعون يرونها كما هي هنا هذا الآن مصدر القوة واضح أنه لدى المرأة وأيضا الرجل الدين يرى المرأة مستجيبة لقراراته لكنها في الحقيقة أيضا تمارس حياتها غصبا عنه فبالتالي من الأقواء في هذه المعادلة صحيح أقول لا أقول يعني لا أنفي أنه هناك يعني مساوء كثيرة بحق المرأة وهذا لا يخفى مساوء لا تصدق لكننا الآن لسنا في معرض هذا الحديث نتحدث عن جوهر الموضوع أو ما تحت أو جيناولوجيا الفكر والأفكار والواقع أو واقع العلاقة بين الرجل والمرأة ورجل الدين أو الدين عموما اللي هو الجماعة البشرية أيضا هناك كلام عن الدعوة للمساوات هي عندما نجي نفكر بها نجد أنه الرجل هو اللي نشرها وكما يبدو يعني نشرها أحيانا أنا فكأ قد ما تأمل هذا الدعوة أنا أعتقد أنه يعني الرجل نشرها حتى يتخلص من المرأة وهي حيلة ربما يعني لازم ننتبه لها ربما هي حيلة مبادة جديدة يعني ربما هي تعبر عن فطنة الرجل أخيرا لحيلة المرأة الأصلية التي تفعلها بشكل تلقائي وغريزي وليس بشكل مقصود هذا السؤال الآن لكن لماذا لم تظر هذه المسألة إلا عندما نفكت العلاقة بين الرجل والدين وأيضا المؤسسة الزواج الدينية هذا السؤال مهم لماذا بدأت دعوة المساواة عندما تفككت هذه العلاقة عندما الدين رفع صوت عن عن ظهور القطيع أو عن رفع حيمنة عن القطيع وأيضا رفع حيمنة عن المرأة والرجل أيضا رفع حيمنة عن المرأة والمرأة أيضا بدأت تتحرر لماذا ظهرت هذه الدعوة المساواة الآن هي أكون نوع للتناظر هذا السؤال المهم أشوفه وأترك لكم طبعا هذا كلام أنا كما أكرر حتى لا أفهم خطأ لا يعني أن المرأة كالمستفيد وأن الرجل هو المتضرر دائما وهو المظلوم لا ظلم المرأة وعدم منحها حقوقها هو وصمة عار للرجل وما زال وسيبقى وصمة عار للرجل عندما يظلم المرأة ويستغلها وعدم ولا يمنح لأنه حقوقها كاملة هذا بالأكس أنا أشوف أنه هذه الفكرة تزيد من توبيخنا للرجل بدلا من أن يعني ننتصر إلى ونعتبر مظلوم فهو بالنتيجة تحمل المسؤولية وهو فخور بتحملها هو اللي دخل في مخاطرات وتبرع بهذه المخاطرة باعتبار أنه رجل بصفة الرجل يعني بطل فهذا هو تحمل المسؤولية وهذا يطلب منه ماذا يطلب منه أن يكون مستوى المسؤولية وليه أن يفهم دافع المرأة البيولوجي لهذا السلوك وبالنتيجة هو ماذا يريد الرجل يريد أنه يخلف أولاد صالحين وجيدين وأقوياء هذا يعني أيضا السلوك الرجل هو أيضا موروث حال يعني حال السلوك الموروث بالنسبة الجيني الوراثة الجينية أقصد اللي الرجل والوراثة الجينية اللي استغلها الدين والدين هو تعبير عن هذه الوراثة وليس هو يعني الدين هو ظهر هاكذا من بدل لا هو أكو حاجات طبيعية تواجدت وأدت إلى ظهور الدين ويبقى الدين هو واحد من العوامل الأساسية للتطور هو أكثر شيء ينطبق عليه قوانين دارون هو الدين نفسه أو المظاهر الدينية في المجتمعات كافة وخاصة الدين الإسلامي والمسيحة والتوحيدي أو أكثر مال أكثر أديان تطبق عليها نظرية دارون هي الأديان التوحيدية في المنطقة رغم أي كراهية الشديدة اللي دارون غفر الله له ولكم أجمعين وهذا تميل طبعا حتى نلقاه يعني الجندر الآن نجي أقول الجندر الآن أو قبلها من واجب الرجل أقول الآن أن يخرج من شرطية حماية القطيع والدين لأن هذا حبث نفسه بهذا الدور لنحو ربع مليون عام ربما أو نصف مليون عام والوقت حان الآن لأن تتغير قواعد اللعبة البشرية الجندرية الجندر كما لا يخفى متغلغل في حياتنا بشكل صارخ وبسبب هذه اللعبة اللي يجب التوقف عنها بين الرجل ومرأة علينا أن نكتشف أبعادها الكثيرة ونفقكها ولكي نصنع علاقة طبيعية بين الرجل ومرأة بين اختلافات الجنسية بين النوع البشري هذا ضروري جدا لابتكار مستقبل مختلف أكثر تطورا وأكثر نفعا للجميع طبعا كما لا يقول أن الكائنات الأخرى لا توجد جندرية فيما بينها التمييز الجنسي بالتالي هو تمييز ثقافي وليس تمييز جسدي هذا اللي لابد نفهمه هذا التمييز نفسه نجده في اللغة ونجده في العمل في توزيع الأدوار داخل مجتمعاتنا والتمييز الجنسي بين الرجل ومرأة نجده تقريبا موجود في كل شيء تقريبا في حياتنا بالنهاية أنا أعتقد أن المرأة لم تخترأ الدين فقط بل اخترعت الرجل نفسه ولا أدري هل أن علينا أن ننقد المرأة أو ننتقد المرأة لهذه الفئلة أم نمدحها هذا السؤال قبل أن أختم أسوي أحصاءات رح أقدم لكم مجموعة أحصاءات حتى تبين أنه مدى دقة كلام وبتعاد المرأة عن الواقع الحياة العامة معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة 18 المرأة العربية 18% هذا أدنى حد في العالم المتوسط العالمي 48% على النقيض من هذا معدلات مشاركة الرجل في القوة العاملة 77% بالمجتمعات العربية بالمتوسط العالمي 75% نسبة بطالة المرأة بالدول العربية 15% هي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي المناصب الإدارية لا تتواجد تواجد النساء فيها متدني جدا 11% فقط منعتهم شغلا مناصب إدارية مقارنة بالمتوسط العالمي هو هو 27% أيضا من خفض لكن احنا 11% بالعالم 27% هذا طبعا السبب أترك لكم ممكن كلام حوله لساعات رأيي بالنهاية أنه على هذا الموضوع أن الالتزام الديني أي كان السيئاته يجلب الاستقرار الذي هو أهم ما تبحث عنه النساء الموديل القديم من النساء لكن يبقى أنه لا بد أن يشير أو قناعة عندي خاصة بي ومبني على المعلومات لكن هذه المعلومات مو بضرورة صحيحة 100% المرأة أرى بأنها تتفوق في الذكاء السياسي على الرجل وأيضا طبعا هذا بإحتمالات لكن بالمقابل لا أحد يشك في أن المرأة تتفوق في الذكاء الاجتماعي على الرجل هاي مسألة كبيرة أقول أيضا هنا لا توجد صداقة بين رجل ومرأة والسبب ليش لأنه لا بد أن تنشأ رغبة جنسية بينهما في كل أحوال هكذا يقال هذا أعتقد فهم خاطئ وعلينا أن نفهم أسبابه ولو صحت فكرة أنه لا توجد صداقة بين رجل ومرأة فهذا معناه لا يمكن أن توجد صداقة بين رجل وآخر أو أمرأة وأخرى هاي الألاقات أيضا توجد الفرص الممارسة الجنسية أيضا لكن لماذا هذا التحديد فقط لألاقة الرجل ومرأة طبعا هناك جوانب مختلفة في الموضوع أولا الجنس إذا كان تعلق بالجنس المسألة لا تعلق به حتى لو كانت الأمر بهذه الصورة هذا موضوع طويل راح ناخشى في الحلقات المقبلة وخاصة الموضوع الزنا وأنه بالعكس هناك الصداقة عميقة جدا بين الرجل ومرأة مثل ما يوجد صداقة بين الرجل ورجل والمرأة والمرأة هذه مسألة ما لها علاقة وإلا الآن ما عادت المشكلة وحتى إذا مارسوا الجنس فيما بين أين المشكلة كانت قديما هناك مشكلة لأنه لم تكن هناك موانع الحمل ف بسببها راح تضيع الأنساب وتختلط ولا أحد يعرف من أب فلان ومن أم فلان وهكذا يعني لا يمكن تشكيل لا يمكن أن تكون قطيع ولا يمكن أن تتشكل دولة ولا يمكن أن تتشكل جماعة وتختلط الأنساب ولا أحد يعرف هذا الطفل من الذي يربيه هو من المسؤول عنه مفهوم الزنا أيضا أكو فهم خاطئ الزنا ما موجود بين الحبيبين أنا أحب أمرأة نام معها وتنام معاي أكو توافق ثان بيناتنا هذا ما لا علاقة بالجنس يعني الزنا لا علاقة له بالجنس عكس التصور الشائع الزنا لا علاقة بالنظام الاجتماعي اللي اتفقت عليه جماعة ما ومن ضمن هذه الاتفاقات النظام لألاقات الجنسية الزنا هو تهديد للنظام الاجتماعي أما مارسة الجنس فماكو مشكلة لكن القضية مو الجنس عندما تمارس الجنس أنت تنتهي كالنظام الاجتماعي على كل حال هذا الموضوع راح أيراد لتفصيل آخر شكرا جزيلا وللقاء آخر وأتمنى مشاركة الفيديو وأهم شي عندي سماء آراءكم وتعليقاتكم ومشاركة الفيديو إلى اللقاء مع السلامة